السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أفضل أنواع السخانات 2020 سخان أولمبيك كهرباء إن شاء الله هنتكلم عنه عن موديلاته عن مميزاته عن مواصفاته وإلى أيوب اللي بتبقى موجودة فيه وهنقدم بعض النصايح إن شاء الله عن طريق استخدامه بإذن الله هنسيبلكه زي ما انتم شايفين كده السور عليها الأسعار عشان ما نطولش عليكم في الفيديو وهنذكر إن شاء الله بعض المميزات ويلا بينا نبدأ على بركة الله لو أول مرة تشوفنا إن شاء الله ياريت شرفنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على وضع الكل ولو الفيديو عجبكم إن شاء الله تعملوا لايك ويلا بينا نبدأ على بركة الله نذكر المميزات وبعض حاجات عن السخان طبعا مع حلول ودخول فصل الشتاء بيبقى فيه الحرارة بتقله بنبقى محتاجين سخان مية في البيت وطبعا احنا لازم ندور على أفضل أنواع السخانات المناسبة لإحتاجات البيت بما يتناسب مع القدرة المادية لنا على أن احنا نشتريه وطبعا ويكون السعة اللي تريع للسخان اللي هي تتناسب مع عدد الأفراد اللي موجودة في البيت وعدد أفراد الأسرة وطبعا يكون فيها عوامل أمان للحماية من الأخطار والمخاطر وتعتبر شركة أولمبيك من أفضل الشركات السخانات الموجودة في السوق المصري المتخصصة في صناعة السخانات أكتر من غيرها من المنتجات وأكتر من غيرها من الشركات وطول عمرنا بنسمع عن السخان أولمبيك وهي الشركة دي بتستخدم أفضل وأجود وأعلى الخامات هنقول إن شاء الله بعض المواصفات اللي بتبقى موجودة في السخان في منه موديلين فيه موديل فيه تحكم عن طريق ديجيتال أو شاشة ديجيتال بيبقى فيه سمام أمان للحماية من ضغط الميا العالي ويبقى فيه ضمان عدم رجوع الميا السخنة في المواسير ده بيبقى يعني صمام الأمان ده بيعمل لنهو ميرجعش الميا السخنة تاني في المواسير بيبقى فيه أربع عوامل أمان هنذكر إن شاء الله بعض النصايح وبعد العيوب وإزاي نتلاتها فالعيب اللي كان منتشر في الفترة الأخيرة اللي هو الحلة اللي بتتخرم هنقول إن شاء الله المميزات شوية الخزان الداخلي مصنوع من مواد ضد الصدا يتميز السخان باحتوائها على عازل حراري على الجودة لضمان حفظ الميا السخنة أطول فترة ممكنة بيبقى فيه ترموستات لحماية السخان من التسخين الزايد بيبقى فيه لازم نتأكد من الحجم المطلوب قبل ما ننزل نشتريه عشان يتناسب مع عدد أفراد الأسرة إن إحنا ما نشتريش مثلا 30 لتر وإحنا أربع أفراد أو نشتري مثلا 30 لتر وإحنا خمس أفراد لو 30 لتر ده بيبقى الفردين مثلا أربع أفراد بيبقى ما بين الخمسة واربعين والخمسين لو أكتر يبقى فيه بقى مقاسة 60 لتر وفيه مقاسة 80 لتر على حسب عدد أفراد الأسرة طبعا وننصح إنه هو أي سخان نشتريه ما يقلش فترة الضمان بتاعته عن خمس سنوات ولازم الشركة هاي اللي تيجي تركبه لو الشركة قالت لا أركبه أنت يبقى السخان ده تعبان الشركة دي ملهاش في الصيانة وعتخلع بدري بدري من السوق طبعا لازم يكون التركيب عن طريق الشركة ده حاجة مهمة جدا السباك بيجي بيعلق السخان على الحيطة ويعمل التوصيلات بتاعته بيجي مندوب الشركة بيشغل السخان ويفعله السخان لو فيه أي مشكلة أطلب من الشركة أو أطلب من مندوب الشركة إنه هو يعمل لك تقرير استرجاع للمحل لو ما عملش كده لازم أنت تاخد منه قمضة أو حاجة على الورق إنه هو السخان في مشكلة عشان أنت تعرف ترجعه للمحل لأن المحل برضو مش هيعرف يرجعه للمحل غير عن طريق تقرير فعشان ما تخشش في المشكلة مع المحل لازم تاخد تقرير من مندوب الشركة عن العيب اللي موجود في السخان عشان يعرف يرجعه به طيب طبعا كان فيه مشكلة حصلت أو ظهرت في فترة من سخان أولمبيك الحل بتاعته بتتخرم بسرعة هننصح إن احنا كل فترة في الصيف على فترات مختلفة يعني بنشغل السخان ونغير المية اللي جواه ليه؟ عشان المية بطبيعتها فيها أملاح فلما بتراكن كتير جوا الحلة بتاعت السخان بتعمل الترسب للأملاح جواه زائد إن هي المية في مصر بطبيعتها مش كويسة وبقى فيها أملاح كتير وبقى فيها مشاكل فالأفضل إن احنا على كل فترة في الصيف نشغل السخان أو نغير المية اللي موجودة جواه السخان بفترة دورية عشان نحافظ على الخزان اللي جواه من التلف هنذكر بعض العيوب أولا بيحصل فيه تلف في سموم الأمان في بعض الأحيان بسبب قوة ضغط المية وبرضو بيحصل تلف في مفتاح الفصل التلقائي في بعض الأحيان مما يتطلب التغيير بتاعه الضمان بتاعه فيه أجهزاء فيه بتبقى عليها ضمان سنتين بس دي مش مشكلة في الشركة ذات نفسها لأن هي برضو في شركات كبيرة بيبقى عاطي على عاطي على السخان فترة الضمان وعاطي على بعض الأجزاء فترة الضمان تانية إن شاء الله عاسب لكم في صندوق الوصف قوائم بالأجهزة المنزلية كلها مسكن تلاجة أو غسلة أو مكنسة أو بتجاز أو عروض من الشركات خش إن شاء الله تفرجوا عليها وعملوا مقارنات لأن في ناس كتير جدا ما ببقاش عندها وقت إن هي تنزل وتدور وحتى لما بتنزل بتدور ما بتلاقيش كل الموديلات متوفرة في السوق أو متاحة في السوق فده بيتعبها في التدوير كتير وبتعمل معاها مشكلة المشكلة بتبقى في إن إحنا بناخد الحاجة اللي هي متوفرة قدامنا وخلاص أو مثلا ما بنعرفش إن إحنا نشوف في كذا محل أو ندور في كذا محل إن في ناس بيبقى مثلا ست بيت ما عنداش الوقت اللي هي تنزل أو تدور بيبقى فيه مثلا رجل البيت أو صاحب البيت بيبقى مثلا موظف ما فيش وقت إن هو برضو ينزل يدور بيبقى مروح تعبان فإحنا بنبقى عاملين ريفيوهايات كتير عن الأجهزة المنزلية بنستعرض فيها كل حاجة عشان إنت لو دخلت محل والمحل عنده موديلين كويسين حيرشح لك الكويس اللي فيهم إنما لو هو ما عندهوش الموديلين هيعمل إيه حيرشح لك الموديل اللي عنده ويقول لك إن ده أفضل موديل موجود في الدنيا كلها مش في مصر بس أو في الماركة دي بس فالأفضل إن إحنا قبل ما ننزل نعرف أو ناخد فكرة عن الحاجات اللي موجودة في السوق والماركات والموديلات فدي كانت فكرة القناة إن إحنا نوفر على الناس إن هي تلف كتير وتتدور كتير على الأجهزة المنزلية وتتعب نفسها فإحنا إن شاء الله وفرنا لكم جدوت في القناة بتاعتنا ولو لسه مكملين معا الفيديو لحد دلوقتي ياريت تشرفوني بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرز على وضع الكل وعمل إعجاب للفيديو وده عاود غيركم للاشتراك في القناة عشان يقدروا يستفادوا من اللي إحنا بنقدموه عشان ما يتدبسوش أو ما يعوش في جهاز هم يشتروه فيما بعد عايجي يستخدموه مش هيبقى مجدي معاهم مسلا سخان لو اشترينا تلاتين لتر وإحنا عضل الأفراد كتير فهيبقى بالنسبة لنا مشكلة أو متعف في الاستخدام فعشان كده احنا بنقولو اتفرجوا على القناة وعملوا ريفيوهات كتير على القناة وأنا سيبلكم دلوقتي ريفيوه عن السخان الغاز أولمبيك برضو أعمله فيديو على القناة زي ما انتم شايفين لو عايزين تكمله الفيديو ممكن تخشوا على القناة وتشوفوا الفيديو بتاعه شرح كامل عن السخان أولمبيك الستة لتر والعشر لتر كل مواصفاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته